عندنا خبر متعلق بوزارة العدل النهاردة جهاز الكسب غير المشروع بيقرر رسميا فحص ملف ثروات بعض المسؤولين اللي ورد اسمائهم في تقرير لجنة التقصي الحقائق التي شكلها البرلمان حول فساد الاقماح وتوريد الاقماح الى الشوان والصوامع واهضار المال العام والتربح وما الى ذلك 37 ملف اللي بيتفحص ثرواتهم منهم وزير التموين المستقيل المقال او المقال المستقيل او المستقال يعني خلينا نقولها المستقال انا ده لتعامل الابق وزير التموين المستقال الدكتور خالد حنفي كويس طيب بس فيه خدوا بالكو فيه اخبار كانت نشرت على بعض موقع الصبح انه هؤلاء المسؤولين ومنهم وزير التموين صدر لهم قرار بالمنع من الصفر من مكتب النائم العام وهذا الكلام ليس دقيق الكلام بس انه النائب العام وجه لجهاز الكاسب غير المشروع انه احنا جاي لنا شكاوى وبلغات عن الناس دي افحص ملفاتها لو لقيت بعض الشبهات وعلامات الاستفام وكذا قول لي وانا ساعتها امنع الصفر لكن حتى الان ليسوا ممنوعين من الصفر فقط تفتح ملفات ثرواتهم ودخولهم واملكهم للتحقيق اشتركوا في القناة